محاولة لتعويض الفقد التعليمي للطلاب في بعض مراكز الإيواء مدرسة أوغاريت الافتراضية تقيم مبادرة تعليمية في محاولة لإعادة الطلاب إلى أجواء الدراسة وتجاوز تبعات الزلزال النفسية التي أصابتهم قررنا أن نتابع العمل مع تلاميذنا كون المعلم هو حامل رسالة سامية وهو الأولى أن يقوم بهذه المهمات الإنسانية فارتأت الوزارة أن نتابع التعليم بالنسبة لتلاميذنا ضمن خطة تعليمية متابعة ضمن برامج ضمن الفئة بي تقريبا ونتابع نحن مع التلاميذ حتى لا يقضوا عن التعليم إن شاء الله قسمنا نحن عاملين المستوى هون دامجين طلاب خامس مع سادس وهون طلاب المرحلة ثالث مع ثاني ورابع أكيد فيه صعبة بالتعامل مع الطلاب بسبب الشيء اللي صار يعني في سيادة الطلاب تغيرت المكان تغير حاليا هنا مانهم ببيوتهم نحن نتعامل معهم بمركز إيواء نومتهم بالمدرسة وأكلتهم وشربتهم وكل شيء فهذا أشكيد شيء بيأثر على نفسياتهم حتى يعني هنمانهم على استعداد تام لاستقبال المعلومات فنحن عام نحاول نصطر فيه ونص معلومة يعرفتي يعني عام نحاول قدر الإمكان نوفق بين هيك وهيك نحن بنحب المدرسة كتير ونحن هون الآنسة كتير كويسة والأسازين كتير كويسة هون عم يعلمونا ويدربونا ويلعبونا كتير الشغلات عطتنا قرطاسية ولعبونا وعطونا الدروس كتير ونحن بنشكلهم كتير لأن هنا كتير يساعدونا ورسونا أن يصار الزلزال الصحيح أن حرمنا بالمدرسة بس الأسازة والمدرسة هي هزيت لعننا استفدنا مننا كتير ونحرمنا من المدرسة هديك وكتير الأنسات هتموا فينا وشكرا كتير من ديست أغالي هي خطوة هامة لتحفيز الطلاب وتعويضهم علميا لسيما أن التعليم في المناطق المتضررة لا يزال معلقا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة